تعالوا بقى نروح لمبارات النهار ده بس قبل مبارات النهار ده عايزة هني فريق العين الاماراتي فريق العين النهار ده صنع ما يشبه المعجزة اي حد تيجي تقول له الهلال ضد كذا اي كذا من غير ما تقول المنافس نكلم على الهلال السعودي وعلى العين الاماراتي تقول مبروك للهلال الهلال مقدم موسم غير طبيعي غير طبيعي يعني عامل انتصارات وعمل نجاحات وعمل يعني نتائج وارقام قياسية بالجملة يعني لما راح العين هناك الحقيقة العين تقدم 3-0 وبعدين 3-1 وبعدين 4-1 وبعدين 4-2 والمباراة كانت صعبة جدا والكل توقع انه الهلال سيعود لانه العين اقصى من قبل النصر السعودي وجاءت دور اه 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 او المواجهة امام الهلال الكل توقع انه المباراة محسومة للهلال لكن هنا زي ما بقول التركيز الاصرار العزيمة ففاز العين ودايما بتكلم على يحيى نادر لانه ده ابني انا انه نادر صديق العمر يعني منذ زمن بعيد جدا نهارده بعد خالد عيسى خالد عيسى واخد 7-4 من 10 في التقريم ويحيى واخد 7-3 من 10 او 7-3 من 10 7-2 من 10 فخالد عيسى الحارس هو يبقى افضل لعب جوا الملعب كمان كان ليه دور كبير جدا النهارده مع فريقه في الانتصار سفيا الرحيمي كالعادة ليه دور كبير في الانتصار ايريك سجل الهدف والهدف ده صعد بفريق نادي العين مبروك الف مبروك نادي العين الاماراتي استهلوها 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 هارضي لك للنادي الهلال السعودي حظوا انه جي مع العين في وقت هو مركز فيه وخال الرجل كريسبو قالك ما ليش علاقة بقى خالص بالدوري خلينا ركز في اسيا وهو يصعد منتظر الفايز بن يوكوهوما الياباني اولسان هوندي كوري جارومي كان اولسان هوندي كسب واحد صفر وعلى العين انه يركز كويس جدا في المباراة النهائية كمان النهارده الارسنال كسب تشيلسي خمسة صفر خمسة صفر نتيجة تقيلة جدا والارسنال مازال مصمم هو الهزيمة بتاعت اسطن فيلا دي اللي شعلبت له المقاييس كلها لكن مازال مصمم على المنافسة على اللقاء